موسيقى ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه ومعتقد الشيعة بفرقها كل فرق الشيعة ومن جملتها الشيعة الاثنى عشرية الإمامية أنه يعتقدون بأن المصلح في آخر زمان هو الإمام المهدي من الإمام العسكري عليه السلام إلى آخر كما ذكرنا في الحلقة الماضية لكن هذه الحلقة نبدأ مولاي ببحث جديد وهو علائم ظهور الإمام سلام الله عليه لكن أكون علائم ظهور نوعين مولاي على نوعين النوع الأول من علائم ظهور العلائم ظهور الحتمية التي تقع مئة بالمئة فإذا وقعت مولانا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومعظم الروايات تقول على أنها تقع في نفس السنة التي يظهر فيها الإمام الحج سلام الله عليه أعدنا لها علائم غير حتمية علائم غير حتمية العلائم الغير حتمية إما أن تقع أو أن لا تقع إن وقعت إذا وقعت هذه العلائم فهي علامة لظهور الإمام الحج سلام الله عليه ألا أن نتطرق إن شاء الله إلى نبذة من هذه العلائم لكن قبل أن أدخل في صلب الموضوع مولانا العزيز من جملة العلائم الهامة لظهور الإمام الحج هو الدعاء المهدوية والدعاء الإمامة في الغيبة الكبرى أكو ناس يطلعون يقول لك إحنا وكلاء الإمام أنا وكيل الإمام الخاص هذا كذاب مفتري وضح مولانا أكو ناس يطلعون يقول لك أنا مثلا أنا هو الإمام الحج في آخر الزمان هذا مفتري كذاب أكو ناس يطلعون مثلا يقول لك أنا أتصل بالإمام الحج هذا مفتري كذاب ويدعي النيابة كذاب الإمام الحج سلام الله عليه يقول للسيمري أو السمري الوكيل الخاص آخر وكيل خاص الرابع يقول لك ألا فمن ادعى المشاهدة الدعى المشاهدة يعني مع النيابة يعني يقول أنا أشوف الإمام أرى الإمام وكذلك أنا نائب الإمام ووضح مولانا ألا فمن ادعى المشاهدة فهو مفتر كذاب هذا حبيب قلبي فإذن اللي يدعي ويرفع راية ويقل لك أنا الإمام الحجة أو أنا ابن الإمام أو أنا نائب الإمام أو أنا كذا مولانا الرواية خلق أقراها على مسامعك خاطر تتأكد مولانا وأنتيك المصدر في ذلك أنه من يدعي الإمامة يفتضح من يدعي الإمامة أو وكالة الإمامة الخاصة يفتضح الله سبحانه وتعالى يفضح هذا الإنسان الرواية عن مولانا الإمام السجاد في كتاب الكافي يقول الإمام السجاد في كتاب الكافي المجلد الثامن صفحة 264 حديث 382 يقول الإمام السجاد والله لا يخرج واحد مننا قبل خروج القائم عليه السلام إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به هذا الإنسان الذي يدعي أنه نائب الإمام يدعي هو الإمام يدعي الإمامة يدعي الوكالة مولانا الله يفضحه يكون لعبة بيد الناس بيد الصبيان وضح مولانا يعني لا قيمة له يعني لا قيمة له لا حديث في الكافي قعد أقرأ لك المجلد الثامن في حديث آخر نفس المصدر صفحة 295 مجلد الثامن يقول الإمام الصادق عليه السلام كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر